تدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة أنقاذ المساكل المهدمة بإقليم الحوز اللي وقعت بسبب الزلزال اللي عرفته المنطقة في ثمانية شتنبر الماضي بلغت مراحل الأخيرة ديالها بفضل الفعالية والسرعة اللازمتين اللي بيينت عليها السلطات المحلية وكافت المتدخلين رغم الطريق الصعيبة والتداريس الوعراء كان الأمر يتعلق بفتح الطرقات لقد تم فتح مجموعة من الطرق المصنفة اللي بلغ العدد تاعة واحد ثمانية طرق مصنفة أيضا دخلنا في مجموعة من الطرق القراوية اللي كان واحد العدد مهم تقريبا واحد خبس وثلاثين طريقين مصنفة بالنسبة للعملية ديال مباد عملية إعادة الإعمار اللي كانت بدأ مباشرة بعد العملية ديال إزالة الركام تم إصدار ترخيص اللازمة من طرف مختلف المتدخلين في العملية وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية كي سهروا جميع المتدخلين في إطار التعبئة والحرص باشي سرعوا في عملية إعادة إعمار إقليم الحوز والمناطق الأخرى ودبا كي تم تطبيق حول الميدانية ملائمة لفائدة الحالة الصعبة إلى حدود اليوم قام المختبر العمومي بالتجارب والدراسات بزيارة أكثر من 10 ألف أساس أساسة البنايات وقمنا بالموافقة عليها بالإضافة إلى ذلك قمنا بتحديد حوالي ألفين منزل من أجل الإصلاح والتدعيم الآطار ديالزلزلت من يشو تنبر اللي فات بدأت كتمشي تدريجيا في بزاف ديالجمعات ترابية والمناطق الأكثر تضررا بإقليم الحوز وهذا الشيكيبان من خلال الديور الخرصانية المنتشرة اللي التبنت بعزم إصرار تفاؤل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر